شايفة كمان ان في علاقات كان الانفصال فيها بسبب رفض الاهل بصوا العلاقات اللي فيها فرق تاني دي على فكرة الصرف التاني بيحبك جدا وعايز يعمل عشانك حاجات كتير بالزبط ان هو كمان احساسه ان هو كان عنده تجارك سابقه قبل كده يعني هو في علاقته بك مش عايز يقرر حاجات كتير مرت في حياته يعني حاجات مرت في حياته هو محبهاش مش عايز يقررها معك هو عايز يبدأ معك من جديد انت كمان يا برج السور شايفة كتير منك وعايزين علاقات جديدة يعني ورايحين بالفعل لعلاقات جديدة بس عايز اقولك ان في الفترة دي برج السور احزر من التهور يعني كل قراراتك كل اختياراتك لازم تكون مدروسة ومحسوبة في الفترة دي كمان يا موليد برج السور انت بتحس شوية بلغبطة في حياتك يعني اللغبطة دي او الارتباج دا بتحس بي ان هو بيأثر عليك بيأثر عليك بالسلج يعني اللي هو حسس انه موقفك يعني بيأثر عليك وعلى تقدمك سواء عمليا او عاطفيا بتحسي يعني انت كمان حاسس ان في جواك جرح وهنشوف دلوقتي هنشوف دلوقتي واحنا ماشيين كده مع بعض واحدة واحدة الجرح ده صبب وايه بس انت رغم الجرح الكبير اللي جواك ده انت تتظهر بالقوة يعني انت من قدام الناس مش مبين يعني مبين في موقف القوة فيه كمان حاجات انت بتحاول تكتشفها او عايز تعرف حقيقتها حاجات كده بتنعكش فيها في الفترة دي بس ده يعني هيحصل ان شاء الله يعني هتحصل على آآ عليها او اللي انت بتدور عليه ده في الفترة اللي جاية القريبة دي ان شاء الله برج الصور انت بتقدر تفكر في اللي فاك كتير يعني شايفك بتفكر في اللي فاك كتير جدا يعني بتحس ان ما فيش حاجة او علاقة بتكمل معاك خالص آآ هنا لازم اقولك وبقولها على طول ودايما وكل كل برج بشوف نفس التفكير ده ان آآ انك لازم تنسى اللي فات يعني لازم تنسى اللي فات وتبصر قدام في علاقات معينة طبعا يعني دايما اللي بيسمعني ياخد بالو اني يعني اني بقول لناس كتير احنا هنيجي واحدة واحدة مع بعض في كذا آآ علاقة او الاراية اللي قداني هقولها آآ بكل الطرق الممكنة اللي الكارت عاوز يوصل هون فهنا في الحالات اللي زي دي آآ انك تبصر قدام يعني طبعا زي ما قلت آآ لان انا قلت لك في الاول ان كل الحظ بطريقة فبلاش انت بطريق التفكيرك تعطله لان احنا لما بنبقى طريق التفكيرنا سلبية وافكارنا عن نفسنا سلبية او عن الحياة سلبية فاحنا بالشكل ده بنجلب لنفسنا السلبي فهنا انا بقول لك لأ انت اللي قدامك حلو جدا وبلاش تفكر في اللي فات خالص آآ وما تبطل طريقة التفكير دي امورك كلها هتتحصل ان شاء الله وهتشوف حاجات تمام ما كنتش اخبت بالك منها يعني آآ كأن حد على عنيه غشاوة كده وتشالت وده هيبقى على كل المستويات يعني مش عاطفيا بس آآ تعالوا بقى نشوف شوية كده بقى انا واحي للإيجابية يعني اللي انا شايفاها في القراءة آآ بالنسبة للمنفصلين البعض منكم في رجوع للطرف التاني لان انا شايفا هنا ان الطرف التاني او الحبيب بيفتقدك جدا بيفكر فيك دايما يعني في حاجات كيف بتحصل بينكو كلامكو تفكيره يعني عبارة عن ان هو بيفكر في الذكريات يعني شايفا اللي هو تفكيره فيك مش مش بيلومت بالعكس تفكيره ايجابي وبيبعث لك صفات ايجابية آآ برج ستور عموما انتو عندكو آآ امنية او على طول بتدعو في حاجة كبيرة نفسكو تتحقق او نفسكو تحتل آآ هي هتتحقق ان شاء الله آآ وممكن كمان نقول ان هي بدأت يعني هي بدأت تتحقق في الفترة دي بس هتحسها بالتدريج آآ في امور سيئة على مستوى العلاقات العاطفية امور سيئة بتنتهي وفي فرحة جاية ان شاء الله آآ برج الصور في علاقتك مع الابراج المائية الابراج المائية اللي فيها انفصال آآ 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 العلاقة كان فيها سوق تفاهم دايما يعني ما كانش فيه تقريب لوجهات النظر بينكو الطرف التاني هنا آآ حاسس برضو انه اضيلم بالعلاقة وانه قدم كتير وممكن ده يرجع زي ما قلنا لسوق التفاهم يعني هو فيه سوق تفاهم بينكو انتو الهنين لان شايفة احساب ده عندك وعند الطرف التاني برضو يعني ما كانش حد فيكو قادر انه يسهم التاني آآ رغم ان انتو اللي اتنين حوالتو آآ شايفة برضو فيه انتصار ليك يا برج الصور ان شاء الله وده برضو قريب آآ آآ يعني بالذات ان شايفة ان فيه كتير منكو عنده احساس بالظلم والغدر وده ممكن كان آآ بتوجود او ما علاقات ترابية زيك بس ان شاء الله نصرك قريب الظلم اللي انت حاسس بيه ده اللي عندك مش في العلاقات العاطسية بس آآ في بعضكو حاسس بيه من ناحية الاهل فيه منكو قرر يبعد يعني هما ممكن ما يكونوش اهل قوي آآ المهم ان هما ناس قريبة منكو بطمينك برضو يا برج الصور لان شايفة يعني برضو انك عندك حالة قلق كبيرة عند كتير منكو آآ بطمينكو انها هانت والامور هتتحسن للافضل ان شاء الله تحسن في امور كتير ومواضيع في طريقها للافضل ان شاء الله يعني انا عارفة ان الفترة اللي فاتت كانت صعبة ومملة يعني وجه عليكم وقت حاسيته ان خلاص تبروكم خلص بس زي ما قلت هانس ويفرح كتير مستنيك ان شاء الله يعني حتى اللي مش عايز علاقات جديدة اللي مش عايز علاقات جديدة ربنا هيعوضه بحاجات كتير قوي يعني انا شايفة منكم مش عايز علاقات جديدة ولا قديمة يعني فيه منكم عايز استكرار في حياته كده الحياة الخاصة. فشايفة ان الحسبة في الحالة دي انت هتتعاوض بحاجات كتير اول. بس مطلوب منك انك عايد حساباتك. يعني لازم برج السوري عايد حساباته وطريقة تفكيره في امور كتير. عشان استغيير ده يحصل. شايفة هنا علاقة مع ابراج نارية. فيه في حياتك يا برج السور. فيه في حياتك حد حبيت قوي. يعني حب ما حستوش قبل كده. حسيت ان ده اكتر حد بيفهمك. يعني انا هنا شايفة قدامي في حالة حب انت مريت بيها. يعني بالنسبالك اصدق حالة حب انت مريت بيها. الحالة دي انت فيه تواصل بينكم. فيه تواصل بينكم كبير. العلاقة دي نتهت فجأة. فجأة ومن غير مقدمات. انت نفسيتك تعبانة. اللي بيمر بالحالة دي هو نفسيته تعبانة جدا. عايز تعرف اين اللي حصل. طرف التاني برضو لسه بيحبك وبيتفكر فيك. بس انا شايفة مش عايز يتكلم على اقل في الفترة الحالية. بس تقريبا العلاقة دي دخل فيها طرف تالت. دخل فيها طرف تالت خربها. يعني وممكن الطرف التالت ده يكون عبارة عن نقل كلام. ممكن يكون حسد. ممكن يكون حسد حصل للعلاقة نفسها. يعني فيه حاجة حصلت والطريقة مش. الطريقة اللي حصلت بيها الحاجة. عشان العلاقة دي تقف. هي طريقة غير مباشرة. يعني ما جاتش ما جاتش كده. الطريقة مش مفهومة. بس اللي قدر اقوله ان انا شايفة ان الطرف التاني في الحالة دي هو مش نفسيت. يعني بيفكر فيك في حبك. آآآ وزي ما قلت هي تقريبا العلاقة دي كانت مع برج ميل. طبعا قلنا مش لازم الابراض قوي. آآ آآ هنروح هنا للعلاقات اللي تم فيها انفصال. او بيتم فيها انفصال. لان انا شايفة علاقات. وفيه علاقات حاليا فيها فيها انفصال. آآ بعضها مع ابرك ترابية آآآ في في الحالات دي تم اكتشاف خيانة فيها. انت بعضت. آآ في حالات انت فيها بعضت وانت سعبين جدا. الطرف التاني برضو مش مرتاح. مش مرتاح وحسس ان هو ازيك. آآ فيه برضو انفصال مأكمين مع ابراج هواية. آآ فيه شايفة اختلاف وجهات نظر وفيه نشدات كلامية يعني. انا شايفة ممكن فيه تطاول بكلام. يعني محدش فيكو تنازل او حاول يفهم الثاني عايز ايه او بيقول ايه اصلا. يعني انا شايفة خبط في بعض كده. في عند كتير. بس شايفة ان فيه علاقات هنا كتير فيها رجوع. وشايفة ان فيه علاقات يا برج الزور انت اللي بعيدت. علاقات سمعت فيها لكلام الناس مش لقلبك وعقلك. في علاقات انت سمعت فيها لكلام الناس واخترت بحد بيحبك وانت دلوقتي حافظ بده. ايه بس احساسك ده وكأنه انه بعد سوات القواني. يعني مش اه. يعني ممكن تكون انت ارتبطت بحد تاني. او هو ارتبط بحد تاني. انا بتكلم هنا عن العلاقات اللي بالشكل ده. اللي حصل فيها ان برج الزور هو اللي تخلى. شايفة شايفة الكراءة حلوة. فيها جانب كبير ايجابي. شايفة فيه رجوع بنسبة كبيرة. لو تكلمنا عن مجمل الكراءة. فيه رجوع بنسبة كبيرة بالزيت. مع الابراج النارية والهوائية. الرجوع بسبب ان الصرف التاني لسه بيحبه. يعني انا شايفة في حب من الطرف التاني وبيفكر فيه. هو مش مرتاح وهو مش معك. آآ كمان في حاجات آآ الطرف التاني اعمال يعملها بيغير بها حياته. يعني ممكن يكون شغال على نفسه لو حاسس انه غلطان في حاجة او كان بيتعامل معك بشكل مش كويس او ايا كان السبب هو يعني المهم هو عمال بيصلح في حاجات في نفسه يعني هو مش عايز يرجع لك كده. يعني انا شايفة الطرف التاني هو ده حال ودلوقتي. تفكير فيك. آآ مش مش نفيك. وانه بيحاول يشتغل على نفسه في للاحسن. شايفة ان فيه علاقات انت اللي نهيتها او مش عايز تكمل فيها. وده هنا السبب آآ ممكن طرف ثالث او معاملة سيئة من الشريك. آآ في الحالة دي عايز اقولك انك لازم تشغل دماغك عشان ترجع حبيبك. يعني فيه حالات لو حصل فيها ان حسيت ان الشريك يعني فيه حد تاني او بيميل. لان انا شايفة هنا في حالات معينة. آآ ان فيه الشريك فيها مش خاين. هو عنده تشتيط ومتلغبط. فحاول تزبط الامور بالحكمة والصبر لانهم مطلوبين جدا منك في الحالة دي. الغير مرتبطين فيه ارتباط وفي الغالب هيكون عن طريق حد. يعني هتتعركوا عن طريق ناس مشتركة تعرفوهم او في سفر. وفيه نسبة هيكون الارتباط من جنسيات مختلفة. آآ الكراءة كويسة. الكراءة العاطسية كويسة. آآ آآ اتمنى ليكم السعادة والتوفيق والنجاح وكل امور حيااتكم يا رب. آآ آآ هستنى منكم التعليقات. اعرف ايه رأيكم في الكراءة. آآ آآ وما تنسوش اللايك والشير لو عجبتكو. آآ آآ شكرا للموادين جدا.